الكتاب الذي هو حسبكم مثل ما يقول عمر هل هو هذا الذي تحدثنا عنه عائشة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من سنن ابن ماجة المتوفى سنة 275 للهجرة وهذه الطبعة دار الكتب العلمية بيروت لبنان إنها الطبعة الثانية 2009 ميلادي صفحة 466 من الباب السادس والثلاثين من كتاب النكاح رقم الحديث 1944 بسنده بسند ابن ماجة عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم باعتباري أن المصحفة الموجودة بين أيدينا الآن ما فيه من آية تتحدث عن الرجم الذي هو حد من حدود الزنا لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري رضاعة الكبير 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 الرجل الكبير عليه أن يمص ثدي المرأة لعشر مرات حتى يصبح ولدا لها من الرضاعة هذا هو الذي تتحدث عنه عائشة لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سريري نزلت نزلت فكانت جزءا من القرآن يعني أن رضاعة الكبير كانت مذكورة في القرآن لكنها هل نسخت لم تنسخ إذن أين ذهبت هذه الآيات عائشة تقول فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها يقولون شات يقولون ماعز بالنتيجة هناك حيوان أكلها مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية علسها العجل هذا يقولون علس العجل علسها العجل القرآن القرآن علس العجل بحسب عائشة سنن ابن ماجة من الصحاح من الصحاح المعروفة أليس هناك مجموعة من الكتب يقال لها الصحاح الستة أحدها سنن ابن ماجة هكذا عائشة تقول لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير عشرا ولقد كان في صحيفة تحت سرير جزء من القرآن أو كان القرآن ولقد كان في صحيفة تحت سرير فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجن فأكلها علسها العجل هو هذا الكتاب الذي يكتفون به هذا الكتاب الذي علس العجل ماذا تقولون أنتم أم هو هذا الكتاب الذي نسيه رسول الله نسي سوره وآياته البخاري يقول أنا أقرأ عليكم من صحيح البخاري صفحة أربعمية أو ستة وستين إنه كتاب الشهادات هذا هو الباب الحادي عشر رقم الحديث الفين ستمية وخمسة وخمسين بسند البخاري عن هشام عن أبيه عن عائشته رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد النبي سمع رجلا من عامة المسلمين يقرأ في المسجد يقرأ قرآنا فقال رحمه الله النبي يدعو لهذا الرجل من حسن حظه وإلا لكان النبي قد لعنه من دون سبب أو سبه أو شتمه وبعد ذلك يطلب من الله أن يجعل ذلك وسيلة لقربته ورحمة به من حسن حظه فإن النبي ترحم عليه فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا أي نبي النبي أسقط تلك الآيات لأنه كان قد نسيهم أي نبي هذا كل هذه الأوصاف التي مرت أوصاف سيئة في رسول الله لكن أسوأ الأوصاف هذه أن يكون أن يكون ناسيا لقرآنه عائشة عائشة هي التي تخبرنا سمع النبي رجلا يقرأ في المسجد فقال رحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آيتان أسقطتهن من سورة كذا وكذا إذن أول محرّث للقرآن هو الرسول نفسه بحسب البخاري أنا أقرأ من البخاري إذا كانت كل هذه الروايات ليست صحيحة إذن لماذا تسمون هذا الكتاب بصحيح البخاري وإذا ذهبنا إلى بقية الأحاديث فالحال نفسه إذن لماذا تسمونه بصحيح البخاري إذا كانت هذه الروايات صحيحة فأي دين هذا وأي نبي هذا إنكم تدينون بدين آخر لا علاقة له بدين محمد صلى الله عليه وآله وهذا النبي الذي تعتقدون به ما هو النبي الذي بعثه الله هذا نبي آخر لا ندري من الذي اصطنعه لكم سألوا أنفسكم سألوا أنفسكم هذه الأسئلة هذه الأحاديث صحيحة إذا كانت هذه الأحاديث صحيحة بحسب المفترض فإنها صحيحة الأسانيد وهي في صحيح البخاري فإنكم تدينون بدين آخر هذا ما هو بمحمد الله هذا ما هو بمحمد القرآن هذا محمد آخر وإذا تقولون هذه الأحاديث ليست صحيحة إذا لماذا تسمون الكتابة بصحيح وما يدريكم أن بقية الأحاديث هي أحاديث صحيحة من ينما تجيبونها تطلعوا لماذا لأن القضية بنيت على عوجاج منذ بدايتها وما بني على الفاسد سيكون فاسدا قطعا من دون أدنى مواربة ومن دون أدنى شك سنقرأ أيضا وفي صحيح البخاري لازلت أقرأ عليكم صفحة تسعمية وسبعة وعشرين الباب السادس والعشرون عنوانه باب نسيان القرآن إلى بقية العنوان رقم الحديث خمسة ألاف وسبعة وثلاثين عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية من سورة كذا رقم الحديث خمسة آلاف وثمانية وثلاثين عن عائشة قالت سمع رسول الله رجلا يقرأ في سورة بالليل في وقت الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا رقم الحديث خمسة آلاف واثنين واربعين فأنا لا أقرأ حديثا واحدا هذه حديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي قارئا يقرأ من الليل في المسجد يقرأ من الليل يبدو من سورة الليل قارئا يقرأ من الليل في المسجد أو أنه يقرأ من الليل في وقت مقتطع من الليل في وقت من الليل قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها من سورة كذا وكذا النبي أسقطها لأنه كان قد نسيها ما هذا النبي الذي ينسى وحيه وينسى قرآنه هذا النبي الذي يشكك في نبوته ويحاول أن ينتحر هذا النبي الذي يسحره السحرة بحيث يتصور أنه يأتي نساءه وهو لا يأتي نساءه ما هذا النبي الذي لا يعرف أحوال زوجته ما هذا النبي الذي يهدي ويهدي ويهدي أي نبي ينادع هذا هو نبي البخاري هذا هو نبي عائشة هذه أحاديث عائشة هذا هو نبي عمار ونبي أبي باكر هذا هو نبي سقيفة بني ساعد نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر